بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وخواتي الكريمات مع حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقه في الدين والذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح إنه لي ذلك والقادر عليه إخواني الكرام وخواتي الكريمات تحدثنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق في أحكام الزواج ولازلنا معكم فيما يتعلق في شروط الزواج ووقفنا عند الشرط الأخير وهو من الشروط المهمة وهذه الشروط معرفتها من الأهمية بمكان لأن بها يصح العقد وبغيرها ينعدم العقد ولا يصح ومن هذه الشروط خلو الزوجين من الموانع ولما نتكلم عن الموانع أي الأمور التي تمنع من صحة هذا الزواج وهي أربعة موانع كما ذكرها أهل العلم أول هذه الموانع باختصار هو أن لا يكون كل من الزوجين متلبس بإحرام في حج وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب المحرم ولا يخطب ولا ينكح وهذا في دليل أن الإنسان بمجرد ما يتلبس بالإحرام سواء كان رجل وإن رأى يعني بمجرد ما يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج حتى يتحلل في هذا الوقت ليس له أن يتزوج بل ليس له أن يخطب وليس له أن يفتح موضوع الزواج وذكر أهل العلم أن هذا داخل في الرفث الله عز وجل قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج بميمونه انتظر حتى انتهى من إحرامه ثم خطبها وهو في طريق العودة إلى المدينة وهذا يؤكده الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب المحرم مجرد الخطبة مجرد فتح موضوع الزواج مجرد التزويج والعقد كل هذه من الأمور الممنوعة ليس لأحدا يقدم عليها حتى ينتهي من إحرامه فهذا المانع الأول من الموانع وكذلك أيضا من الموانع وهو ما يتعلق في اختلاف الدين والله عز وجل قد أباح للمسلم أن يتزوج المسلمة ورخص له في التزويج أو التزوج باليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفتين ولذلك الله عز وجل قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنة هي المرأة العفيفة التي لم تعرف بفاحشة ولم تعرف بالزنا ولم تعرف بإعلاقات محرمة فهذه أباحتها الشريعة وإن كان أهل العلم لا يستحبون أن يتزوج الإنسان بغير المسلمة وإن كانوا لا يمنعون وكونهم لا يستحبون هذا له هدف وغاية وحكمة هذا الهدف والغاية والحكمة هي التي لا تؤثر هذه المرأة على ولدها في المستقبل كلنا يعرف اليوم أن بقاء الأم مع ولدها بقاء الأم مع بناتها أكثر من بقاء الرجل مع أولاده وبناته لانشغال الرجل وخروجه خارج البيت والبحث عن العمل واشتغالها بالمكاسب والأرزاق بينما المرأة هي ملازمة لأولادها على الدوام فبطبيعة الحال أن هذه المرأة الملازمة لأولادها وبناتها سيكون تأثيرها عليهم أكبر فيخشى أن تؤثر في دين أولادها ودين بناتها وربما إذا كانت طبعا غير يعني لا تراعي قضية اليوم دينهم ربما تفسدهم وربما حتى نسر العافية تسلب منهم دينهم حبر اليوم بث هذه الشبهات في نفوسهم وعقولهم فلذلك نقول لا شك أن المسلمة والزواج منها أولى من الزواج من الكتابية حتى كان بعض الصحابة يمنعون من ذلك لما رأوا تمادي المسلمين في الزواج بغير المسلمات للحديث بقية بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني وأخواتي وأسأل الله عز وجل أن ينزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح وكنا قد وقفنا قبل هذا الفاصل عن ما يتعلق في الشرط الأخير من شروط الزواج وهو خلوة الزوجين من الموانع وقلنا أن من معاني هذا الشرط أولا أن لا يتزوج حال الإحرام إحراما بحج وعمرة هذا من الموانع وأيضا أن لا يتزوج غير المسلمة من غير الكتابيات أيضا كالهندوسية والبوذية والمجوسية وإنما الشريعة فقط أباحة زواج المسلم من الكتابية التي هي اليهودية والنصانية إذا كانت عفيفتين الشرط الثالث من الشروط وهو أن لا يكون هناك قرابة والقرابة كما يقول العلماء هي تدخل في ثلاثة أمور قرابة النسب وقرابة الرضاع وقرابة المصاهرة قرابة النسب وقرابة الرضاع وقرابة المصاهرة فلذلك لا يجوز إنسان يتزوج بإحدى محارمه من النسب وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله ولا يجوز أن يتزوج بإحدى محارمه من الرضاع لأنها أيضا قريبة من الرضاع هي مثل قريبة من النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الراب الثالث وهو العلاقة التي سببها المصاهرة سببها الزواج لولا الزواج لم تكون هذه العلاقة وهذا أيضا ذكرها الله عز وجل في كتابه كما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى كأم الزوجة وبنت الزوجة المتقول بها وزوجة الإبن وزوجة الأب هذه كلنا سنتكلم عنها بشيء من التفصيل لكن إجمالا من الضروري أن يتعرف الإنسان على هذه الأحكام ويعرف من هي التي يحله أن يتزوج بها ومن التي لا يحله أن يتزوج بها وهذه قد بيّنها الله عز وجل في كتابه بما لا يجعل لأحد مجالا للتودد والشك وعدم المعرفة الحمد لله آية النساء آية واضحة في بيان المحرمات وليس لأحد اليوم أن يدعي الجهلة بهذه الأحكام ولذلك يحصل عند بعض الناس بعض الأسئلة في الأمور الجزئية هذا لا أشكال فيه أما الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى بيان فهي أوضح من أن تبين وأظهر من أن تظهر لكن يحتاج مننا أن نكون عندنا شيء من الحرص على التعلم وشيء من الحرص على المعرفة التي تجعلنا لا نقحم نفسنا اليوم في أمر الذي يؤدي إلى بطلان الزواج والالتباس فيه وإلى كذلك حصول شيء من المبطلات التي سببها انعدام هذه الشروط المتعلقة في الزواج وهذا هو المقصود من مثل هذه الحلقات المتتابعة بإذن الله تبارك وتعالى لذلك هذه باختصار هي ما يتعلق في شروط الزواج الشرط الأول قلنا شرط الرضا رضا كل من الزوجين الشرط الثاني تعين الزوجين أن يحدد كل من الزوجين الشرط الثالث وهو وجود الولي الشرط الرابع وهو وجود الشهود ولابد من شاهدين عدلين رجلين والشرط الخامس والأخير هو خلوة الزوجين من الموانع الذي تكلمنا عنه وسنتكلم عنه بشيء من التفصيل في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل هذه تسمى شروط الزواج من الضروري معرفتها من الضروري امتثالها من الضروري العمل بها من الضروري أن يكون الإنسان ملما بها حتى لا يؤدي بهذا الزواج للبطلان والإفساد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين